اشتركوا في القناة 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 بالنسبة للخاصية الثانية زواياه الأربعة قائمة إذن هذا الضلح هو متعامد مع هذا الضلح وهنا لدينا زاوية قائمة وهذا الضلح هو قائم على هذا الضلح إذن هنا يعدنا زوايا قائمة إذن زواياه الأربعة قائمة وقطراه المتعامدان لهما قياس الطول نفسه إذن هنا هذا القطر إذن هذا القطر هو متعامد مع هذا القطر إذن هنا عندنا زاوية قائمة نمر إلى المعين لزنج بالنسبة للمعين أضلعه الأربعة لها قياس الطول نفسه إذن هذا الضلح هو متقايت مع هذا الضلح وهذا الضلح إذن أضلعه الأربعة لها نفسه القياس وزواياه الأربعة غير قائمة إذن هذه زاوية إذن هذه الزاوية الزاوية الأولى الزاوية الثانية الزاوية الثالثة والرابعة إذن هي زاوية ليست قائمة إذن كنعرفوا الزاوية القائمة إذن كننخدوا هذه الآدات هذه اللي هي الكوس بها كنعرفوا الزاوية قائمة أو لا لا نرجع إلى المربع إذا قبطنا هذا الكوس هذا وحطيناه هنا وحطيناه هناك تعامد إذن هذه زاوية قائمة نمر المعين نفس الشيء بالنسبة للقطران ديالله هما متعامدان إذن هذا القطر هذا هو عمودي على هذا القطر هذا إذن هناك تشكلنا واحد زاوية قائمة أما بالنسبة للأضلع ديالله فهي ليست قائمة إذا قدرناه هناك هكاية الكوس إذن شو تلاحظوا هنا ما كانش هناك تعامد إذن زاويةه غير متعامدة إذن هذه الخصائص ديال الرباعيات الاعتيادية لأنها هي المستطيل والمربع ومتوازي الأضلع والمعين إذن هنا باش نعززوا هذا الشيء اللي شرحنا في الدرس ديال الرباعيات الاعتيادية غادي ندوزوا الأكتشيف جو ديكوفر تمريل الأول ولاحظوا الرباعيات ثم أملأوا الجدول إذن هنا عندنا مجموعة ديال الأشكال الهندسية هاد الأشكال الهندسية شحال عندها ديال أضلع إذن حسبوه معايا بالنسبة للشكل الأول إذن الشكل الأول عنده 1 جوش 3 أربعة إذن عنده أربعة أضلع الشكل الثاني 1 جوش 34 الشكل الثالث 1 جوش 34 الشكل ال الخامس 1 جوش 34 الشكل الرابع 1 جوش 34 إذن كل هذه الأشكال هي عبارة عن ربعيات ولكن هنا سنرى غير متوازي الأضلاع سنرى المستطين المربع والمعين إذن نمر الملء الجدول التالي إذن نبدو بالشكل الأول اللي هو هذا هذا قلنا في شرح دينا بأنه متوازي الأضلاع إذن متوازي الأضلاع إذن مشونا نشوفو هاد الخاصية هادو واش كتنطبق على متوازي الأضلاع إلا كانت كتنطبق عليه غدي نوضع علامة وإلا كانت لا غدي نخليو الخانة فارغة إذن متوازي الأضلاع كل ضلعين متقابلين متوازيان إذن نشوفو هاش هاد الخاصية كينا أو لا لا إذن عنا هاد الضل متوازي مع الضلع نعم وهذا الضلع متوازي مع الضلع إذن هاد الخاصية كينا إذن نعم نضع علامة هنا كل ضلعين متقابلين متساويين إذن هاد الضلع هذا واش هو متساوي مع هاد الضلع؟ نعم هاد الضلع يقابل هاد الضلع واش هما متساويان؟ نعم نعم إذا أخذنا المستعرى غدي ننقيس هاد الأضلع هاد غلقوا بأن هاد الضلع هو يساوي هاد الضلع وهذا الضلع يساوي هاد الضلع إذن هاد الخاصية كينا بالنسبة للأضلع أضلعه الأربعة الأضلع الأربعة متساوية إذن هاد الضلع هذا وهذا الضلع إذن هدي الأضلع الأربعة واش هي متساوية؟ لا إذن هاد الضلع هذا ما تساويش هاد الضلع هذا إذن لا له زاوية قائمة واش عنده زاوية قائمة؟ لا لماش؟ لأن إذا قمتنا الكوس وحطيناه هنايا واش غاد يلقوا هنا زاوية قائمة؟ هنا لا إذن أضلع كلها ما فيهاش زاوية قائمة إذن هنا غنخليه الخانة فارغة له أربع زاوية قائمة؟ لا ليس لديه أربع زاوية قائمة نمشي للشكل الثاني اللي هو المستطيل إذن بالنسبة للمستطيل كل دلعين متقابلين متوازيان نعم كل دلعين متقابلين متوازيان إذن هذا الضلع يوازي هذا الضلع وهذا الضلع يوازي هذا الضلع كل ضلعين متقابلين متساويا إذن هذا الضلع هذا يساوي هذا الضلع نعم هذا الضلع يساوي هذا الضلع نعم إذن نضع علامة الأضلع الأربعة متساوية هل الأضلع الأربعة متساوية لا إذن هنا ما غاديش نوضع العلامة له زاوية قائمة نعم له زاوية قائمة إذن هذه زوايا قائمة نعم له أربع زوايا قائمة هل لديه أربع زوايا قائمة؟ نعم لديه أربع زوايا قائمة إذن نضع العلام بالنسبة للمربع إذن بالنسبة للمربع كل ضلعين متقابلين متوازين إذن هذا المربع نعم هذا الضلع يقابل هذا الضلع وهما متوازين وهذا الضلع يقابل هذا الضلع وهما متوازيان نضع علامة كل ضلعين متقابلين متساويا إذن هذا الضلع يقابل هذا الضلع وهما متساويا وهذا الضلع يقابل هذا الضلع وهما متساويا نعم كل أضلعه متساوية الأضلع الأربعة إذن هنا كل ضلعين متقابلين متساويا نعم والأضلع الأربعة متساوية نعم له زاوية قائمة نعم وله أربع زاوية قائمة بطبيعة الحال لديه أربع زاوية قائمة إذا نضع علامة هنا بالنسبة لمعين إذن معين هنا كل ضلعين متقابلين متوازيين هل أضلعه متوازية؟ نعم متوازية كل ضلعين متقابلين متساويا هل هذا الضلع يساوي هذا الضلع وهذا الضلع يساوي هذا الضلع؟ نعم كل أضلعه متساوية الأضلع الأربع متساوية؟ نعم هي متساوية له زاوية قائمة؟ نعم لديه زاوية قائمة في القطر إذن نضعنا بحالها ثم نبحل هكا ثم نبحل هكا ثم نبحل هكا ثم نلقى هنا كاين زاوية قائمة نعم لديه زاوية قائمة هل لديه أربع زاوية قائمة؟ لا ثم لا سوف نديره لأن هذه الأضلع هي غير متعامدة ثم لا سوف يكون لدينا هنا زاوية قائمة ثم نبحل التمرين التمرين الثاني ولاحد وأكمل رسم كل شكل من هذه كل شكل وألون المتعامدين منها إذن هنا نمشيه هذه الأشكال ونكملها لدينا الشكل الأول المستطيل إذن هنا هذا المستطيل نكمل المستطيل لدينا إذن نرسم المستطيل ما نقول الخاصة المستطيل كل الضلعين متقابلين متوازين وكل ضلعين متقابلين متوازين وكل ضلعين متقابلين متساويين نعم المستطيل إذن هنا نرسم المستطيل إذن ضلعين متقابلين متساويين ولكن ليست الأضلع كلها متساوي فقط ضلعين متقابلين بالنسبة للمربع إذن المربع سنكمل الرسم المربع إذن المربع كان الأضلع كلها متقايصة يعني الأضلع كلها متقايصة سنحاول نضع هنا الكوس لكي تكون هنا زاوية قائمة ونضع حتى نصل إلى الضلع المقابل ثاني ونرسمه ثاني هنا زاوية قائمة إذن نخص يكون لدينا واحد تعامد لكي يأتينا بالخط لكي يأتينا المربع تلتزم بالخاصية التي قلنا إذن هنا سنحيد هذا الفائد أنحيده إذن هذا هو المربع بالنسبة لمتوازي الأضلع إذن المتوازي الأضلع عندنا قلنا وهناك ضلعان متقابلان ضلعان متقابلان ضلعان متقابلان إذن أشكال هندسية هذه نجزناها إذن هنا سنمر للتمرين الثالث التمرين الثالث يقول إذن كما قلنا نمر للتمرين الثالث بالنسبة للتمرين الثالث نقرأ السؤال أرسم دائرة مركزها بي ثم أصل نقطة تقاطع الدائرة مع كل المستقيمين مع كل كلي المستقيمين إذن ما اسم الشكل الرباعي المحصل عليه أتحقق من ذلك إذن عندنا هنا النقطة بي عندنا هذا القطر هذا وهذا القطر هذا إذن كلا القطرين يمران موحد النقطة اللي هي بي إذن هذه هي مركز الدائرة إذن قد نرسم دائرة انطلاقا من النقطة بي ولكن خاص يكون القطراني داخل هذه الدائرة إذن نأخذ البيكار نضعه في النقطة بي ثم نقيس الشعاع إذن البيكار يجي في هذا الشعاع هذا ثم نقومه برسم الدائرة إذن نرسم الدائرة إذن دائرة دائرة ها هي هذه سأبناها إذن هنا تبننا واحد الشكل واحد الشكل كاين عندنا دائرة سنرسمه ما تلاحظوا أصدقائي التلاميذ إذن هنا أعطانا واحد الشكل اللي هو تنعرفه كامل اللي هو المستطيل إذن ما اسم الشكل الربع المحاصل عليه المستطيل إذن المستطيل هنا يعدنا ضلعان متقابلين متقايسان هما هذا أضلع المتقابلة متقايسة وعندنا هنا قطران إذن هذ القطرين يرتقيان فحد النقطة اللي هي النقطة ب إذن مروا أصدقاء التلاميذ للتمرين الرابع أقرأ السؤال أرسم دائرة مركزها ثم أصل نقطة تقاطع الدائرة مع كلي المستقيمين إذن نقطة تقاطع ديال هذ القطرين هذو إذن هذو قطرين ديال واحد الشكل إحنا نتعرف عليه اللي هو إذن نقطة نقطة تقاطع هي النقطة أ إذن نرسم الدائرة بحال كرسمناها يعني في التمرين السابق اللي هو التمرين ثلاثة إذن هذه الدائرة هذه المركز ديالها هو أ إذن نخذ القيص ديال الشعاع إذن هو هذا ثم نرسم الدائرة ثم أحوض بعد أن نرتفع بدون أن نرسم الدائرة نقطة تقاطع بالتقاطع لذلك أحوض ثم نطقي سنقاطع ثم نطقي ثم نطقي ثم الضقي هذا الشكل كما تلاحظه هو المربع كما نعرفه المربع سنقص الأضلع كلها لدينا نص قياس هذا مربع ما اسم الشكل الرباعي المحاصل عليه؟ اسمه مربع كيف نتحقق من ذلك؟ سنقصه كما قلنا الأضلع الأربعة سنقصها أضلع كلها لدينا نفس الطول إذا 8 أصدقاء الأطفال سنينهم من الصفحة 14 وإذا أعجبكم الفيديو لا تنسوش تابونه في القناة لكي يوصلكم كل جديد مع السلامة ترجمة نانسي قنقر